السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي طالبات وطالبات واولياء امور الصف الثاني الاعدادي ان شاء الله ناخد مع بعض دلوقتي جنرال اكسرسيز تدريبات عامة ونلسن على الدرسين تالت ورابع من الوحدة السادسة من كتاب المعاصر بداية صفحة تلتمية وتمنتاشر اول سؤال خاص به لسن انجل استماع لسن استمع عن شوز واختار ذاك روكة انصر الاجابة الصحيحة بيجيب لنص باستمع عليه وابدأ اجاوب علي الاربع اسئلة اختيرات لسنتم ياسمع لي كده النص بتاعنا بيقول طنطة is located in the north of Egypt يعني طنطة تقع فيه north of Egypt يعني في شمال دولة مصر المدينة بتكون معروفة بالحلوة اللازيزة بتاعتها كتير من القطن بتزارها هناك it is visited بيتم زيارتها by thousands of people بالاف الناس every year كل عام اول سؤال هنا بيقولي that text is about النص ده بيكون عن ايه منيا عن المينيا ولا طنطة ولا عن طنطة ولا كيرو ولا عن القاهرة ولا بورسيد ولا عن بورسايد طبعا بيكون عن ايه عن مدينة طنطة رقم اتنين where is the city located 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 يعني طقع اين طقع ايه اين طقع هذه المدينة it is located in انها طقع في the north of Egypt في ايه بقى من مصر طبعا هي في شمال مصر north اللي هو الشمال ولا السود اللي هو الجنوب في جنوب مصر ولا is في شرق مصر ولا وسط في الغرب طبعا بتقع في north او في جنوب في شمال مصر the city is known for مصر دي او اللي هي ايه طنطة دي بتكون معروفة بايه it is temples بي المعابد بتاعتها ولا it's delicious sweet ولا بي الحلوة اللذيذة ولا it's ancient monuments ولا القصار بتاعتها القديمة ولا it's pyramids ولا بالاهرامات بتاعتها طبعا بتكون معروفة بالحلوة اللذيذة it's delicious sweet رقم اربعة what is grown there grown يعني يزرع ايه اللي بيزرع او بيتم زراعته ذير هناك بيزرعوا ايه على حسب ما جلنا في الفقرة القطن القطن ولا رئيس القرز ولا ويت القمح ولا بيزرعوا شجر السكر طبعا بيزرعوا هناك ايه قطن القطن نيجي بعد كده الجزء الخاص بالمحادسة والحوار والجزء الخاص بي بيقوله هنا اكمل الحوار التالي الحوار بتاعنا يدور ما بين مين ومين ما بين كامل واحمد كامل ان احمد are talking about talking about يعني يتحدثان عن كامل واحمد يتحدثان عن where they live يعني اين يعيشهم عايشين فين كامل بيقوله هلو احمد اهلني احمد where do you live اين تعيش احمد قال له هلو كمان اهلني كمان طبعا هيقوله ايه حاجة لسه معرفناش كامل هنا بيسأله سؤال احمد قال له جيزة is located near كاير طاقع بالقرب من القاهرة يبقى هو اصلا عايش في ايه في الجيزة يبقى هنا احمد هيقوله ايه اي live in جيزة انا اعيش في الجيزة اي انا live اعيش in جيزة انا بعيش في الايه بعيش في الجيزة كامل بيقوله هنا جيزة is located near كاير تقع بالقرب من القاهرة يبقى اين تقع الجيزة يبقى where is جيزة where اين is تكون جيزة اين تكون الجيزة هنا قال له تقع بالقرب من القاهرة كامل بيسأله سأل احمد قال له it is non for بتكون معروفة بي the pyramids القاهرامات بتكون معروفة بالقاهرامات طب هي معروفة بايه الجيزة معروفة بايه يبقى what is جيزة non for what is giza non for الجيزة بتكون معروفة بايه what is giza non for يعني الجيزة بتكون معروفة بايه قال له معروفة بقاهرامات طب وانت عايش فين كامل قال له حاجة احمد قال له what is visited by tourist in luxor يعني ايه الاماكن اللي بيتم الزيارتها في الاكسور يبقى اكيد انا لف اعيش انا انا بعيش في الايه في الاكسور ايه الاماكن اللي بيتم زيارتها او السياح بيزروها في الاكسور هنا كامل قال له حاجة في احمد قال له اهو انا زرت معبد الاكسور قبل كده يبقى طبعا قال له معبد الاكسور يبقى معبد الاكسور بعد كده اشرت الاختيرات يعني ساحل البحر الاحمر وكتير من الحياة البرية الهامة بيحتوى على ايه على الشعب المرجانية يعني تاريخي كورال مرجان ارت الفن كالشورال ثقافي طبعا اسمها ايه كورال ريفز اللي هي الشعب ايه الشعب المرجانية كورال ريفز رقم اثنين المدرسين الجايديين نقط عايز يقول المدرسين الجايديين هم اللي بيصلطوا الضوء على بطيئ التعلم بيكون في تطلاب الاستعب بتاعها بطيء لما بطيئ التعلم في الفصول بتاعتهم بيصلط الضوء اسمها يصلط الضوء او ضوء الكشاف برضو ولا يترك او يغادر ولا يدع او يسمح ولا اللي هو الضوء طبعا يصلط الضوء بطيئ التعلم يبقى هنا المدرسين الجايديين بيصلطوا الضوء على بطيئ التعلم انذر كلاس في الفصول بتاعتهم بعد كده صفحة 319 رسوا الرقم 3 بيقول محمد صلاح اس اي او النوقات فاطبولار فاطبولار اللي هو لعب ايه لعب كرة قدم بيكون لعب كرة قدم ايه بقى دينجرس خطير ولا فاموس مشهور مجنون انون مجهول او غير مشهور او غير معروف تمام يبقى بيكون لعب كرة قدم مشهور يبقى اس ا فاموس فاطبولار رقم اربعة ذا سوز نقاط كونيكس سوز ان بورسايد ايه اللي بيربط بين مدينة السويس ومدينة بورسايد ذا سوز شانل ليه القناة ولا سي البحر كنال اللي هي القناة المائية ولا باسج اللي هو الممر طبعا قناة السويس ذا سوز كنال قناة الاي السويس رقم 5 روبينسون كورزوس نقاط ايه لروبينسون كورزوس سانك سانك يعني غير ات ان ذا سي في البحر بسبب العاصفة عايزين نقول السفينة بتان روبينسون كورزوس غير ات في البحر بسبب العاصفة شو بالمحل شب السفينة فلات الشقة السكنية فرم المزرع يبقى ايه اللي غير ات شب السفينة الخبز مصنوع من الخبز مصنوع من ايه الخبز بتصنع من ويت القمح ولا تشيز الجبنة ولا شجر السكر ولا سويتس الحلوة طبعا مصنوع من ويت القمح اي من هؤلاء ليس مثال على الحياة البرية تمام شكن الدجاج او الحيونات البريانة السلحفاء دولفن اللي هو الدولفن الدولفين او الدرفيل ماوس الفقر طبعا ده بتكلمنا عن ايه شكن ده مش مثال رقم ثمانية رجل كبير السن عن طريق رجل الشرطة او بواسطة رجل الشرطة عايزين نقول الرجل كبير في السن ده او العجوز ده تم مساعدته عن طريق او بواسطة رجل الشرطة مفرد هناخد والتصريف التالت يبقى تم مساعدته عن طريق رجل الشرطة العصير شريبة بوسط ايه؟ العصير مفرد عايزين بعد كده التصريف الثالث التصريف الثالث من درينك درينك التصريف اللي في منطرق درانك ده التصريف الثاني أول ماضي درانك ده التصريف الثالث يبقى شريبة بوسط اميرة الكتاب مفرد عايزين نقول كوريا او تم كراءته بوسطة هاني الكتاب مفرد بياخد اس و التصريف الثالث يبقى اس ريد هو ريد 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 حتى انا بنطقها ريد لكن هي نفس الحروب بتاعت كلمة ريد يقرأ بس بنطقها كده كاني بنطق اللون الاحمر اس ريد يعني كوريا نصحح الخطأ كوتون كلوس الملابس الايه المصنوع من القطن او الملابس القطنية في جميع انحاء العالم بيتم بيعها في جميع انحاء العالم الملابس جامع ار والتصريف الثالث ار والتصريف الثالث من سل عشان كده عشان احل الدرس ده او احل زمن المبني او الدرس التاع المبني المجهول لازم اكون عارفة بست برتصب التصريف الثالث للافعال التصريف الثالث من سل وهو سل يعني تم بيعها في جميع انحاء العالم من اللبن عايزي يقول لي هنا الجبنة صنعت من اللبن الجبنة مفرد بتاخد التصريف الثالث التصريف الثالث من ميك وهو تم صنعها او صنعت من اللبن مصري بتزور ولا بتتزار بيتم زيارتها مصر مفرد يبقى والتصريف الثاني هو الثالث في الأفعال المنتظمة يعني تم زيارتها بواسطة آلاف السياح يعني اين صنعت هذه الكتب يبقى هنا وقد نقل لإنري بوكس الكتب جمع التصريف الثالث من ميك وهو ايه يعني صنعت عايزنا نكتب عن موطن بتاعك وده اصلا متجاوب عندي في نهاية الكتاب وكمان ان شاء الله دي منكم اهم الباروغرافات اللي همه والمتوقع لمنهج الصف الثاني الاعدادي الترمي الاول ترجمة نانسي قنقر